عقدت وزارة الأوقاف مؤتمرا تحضيريا للإعلان عن تفاصيل المؤتمر الدولي الخامس والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية تأتي هذه النسخة من المؤتمر بعنوان دور المرأة في بناء الوعي ويعد هذا المؤتمر هو المؤتمر الدولي الأول للواعدة المصرية وسيتناول وعدة محاور من بينها دور المرأة في بناء الوعي الديني والثقافي ودور المرأة في خدمة المجتمع وبناء الأسرة وتنشئة الطفل بالإضافة إلى عرض التجربة المصرية في تمكين المرأة المؤتمر في الحقيقة هو رسالة امتنان وتقدير لكل مرأة على أرض مصر ورسالة دعم وتقدير وإجلال ومزيد من العطاء للمرأة المصرية في قادم الأيام المؤتمر هو المؤتمر الخامس والثلاثون سبقته سلسلة من المؤتمرات على امتداد تاريخ المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية منذ أن نشأ في الحقيقة هذا المؤتمر المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بعنوانه المؤتمر الدولي الأول للوعزات دور المرأة في بناء الوعي هو مؤتمر غير تقليدي حيث يتبنى قضية دور المرأة في بناء الوعي الذي يتمثل في عدة محاول من أهمها دور المرأة في بناء الوعي الديني دور المرأة في بناء الوعي الثقافي دور المرأة في خدمة المجتمع دور المرأة في قيم التعايش في أرساء قيم التعايش وبناء وصنع السلام دور المرأة أو التجربة المصرية في التمكين للمرأة فالمرأة راعية للمجتمع كله هي تعتبر نصف المجتمع بل هي كل المجتمع لأنها هي النصف وتربي النصف الآخر يعني هي الأم والأخت والابنة فهي عليها الدور الرئيسي في بناء المجتمع فمن أعظم الحاجات اللي حصلت أن يكون فيه تقدير شديد لدور المرأة في بناء المجتمع وأن نوعي الناس بهذا الدور